ممنوع رفع علم فلسطين أو علم إسرائيل ببطولة كأس أوروبا يورو 2024 هيد الصيغة اللي اعتمد المنظمين ليتحيلوا على القضايا السياسية وأولى حرب الإبادة بغزة بحجة تفادي أي مشكل أمن بمناطق المشجعين وبحسب المدير التنظيمي لليوروب برلين بس أعلام الدول اللي مشاركة بالبطولة مسموحة نرفع لأنه اليورو مش مكان للمظاهرات السياسية وهيك تستكمل ألمانيا قمع الناشطين الدعمين لفلسطين يلي قمعتهم بشكل عنيف على مدى أشهر من التضامن ضد الإبادة هالقمع السياسي مش رح يشمل التضامن مع أوكرانيا بوجه الغزو الروسي باعتبار أنه الأوكراني مشاركين باليورو وبناء على صيغة اللوفك الألمانية رح يحق رفع علم أوكرانيا أو حتى التضامن مع عضيتها بإطار موجة الدعم الأوروبية العامة لكييف بألمانيا عم تاخد الحكومة إجراءات متشددة باستضافة 12 مليون شخص خلال اليورو أكيد استعاد الألمان شبح مخاطر الجهاديين أو حتى الهجمات الإلكترونية لتبرير قراراتهم الأمنية ومع هيك حسين حالهم أصرين رح تكسف ألمانيا رقبتها الأمنية وتنشر بالتزامن مع كل مباراة بين 800 و 1300 شرطة رح تستعين ألمانيا ب16 ألف متطوع لضبط الأمن ما حدا عارف صلاحياتهم أو شكل تطوعهم رح ينظم الجيش الألماني خطة مراقبة جوية بمحيط كل الملائب وأهم من هيك تم تدعيم الشرطة الألمانية والخطة الأمنية بمركز دولة للتعاون الأمن بمدينة نويس رح يشارك فيه 600 خبير بالأمن ويكون مقر تنسيق أمن مع اليوروبول ووكيلات أمنية من خارج أوروبا عم تتحجج ألمانيا بالأمن لتقمع قضية فلسطين مع أنه مثل بكل يورو الخطر الأمني الأكبر هو من داخل أوروبا نفسها من مجموعات الهوليجنز الخاصة بالمنتخبات يلي بتوصل على البطولة بإعلانات حرب مسبقة